تزداد معاناة النازحين في محافظة مأرب بسبب الحرائق المتكررة في مخيمات النازحين أسباب هذه الحرائق تتفاوت ما بين المساكن الغير ملائمة للسكن والتي تكون سريعة الاشتعال وأيضاً الربط العشوائي لشبكة الكهرباء التي تؤدي للعديد من الحرائق في هذا المخيم في مخيم جو النسيم الغربي هنا حدث حريق يوم أمس أدى لأضرار مادية كبيرة لمساكن النازحين هنا في مخيم جو النسيم والتي كانت الحرائق قد التهمت الكثير من المخيمات فيما وحدت النازحين تدعو المنظمات الإنسانية لاستبدال هذه المساكن سيكون معنا محسن الوشاح أحد أبنى هذا المخيم ليحكي لنا كيف هي أضرار الحرائق عليكم الضغط العالي عندما سقط يعني نزل إلى الأرض وأدى إلى الحرائق أدى إلى الحرائق ووقت الظهر فيعني هذا كل أدى منه المرة الثانية يعني المرة الثانية في هذا المكان وسبب الربط العشوائي يعني الكهرباء يعني حرقة الكنبة فنريد استبدال هذه المخيمات إلى يعني كنتيرات أو أي شيء وأيضا إن جاحتهم من ضغط الجو العالي هذا يعني لا بد أن يجيحهم مكان ثاني على أساس يكون الناجحين في أمان من أمرهم يعني في أولادهم في كذا في كذا يعني أمس وقت الضهر يعني وقع الحريق هانئ ولكن ججاهم الله خير أغاروا بالأطفاء وكذا يعني الأطفاء يعني الطفاء هذه الأماكن ذي كانت بتشتعل إذن ثمانية وثمانون حريقا منذ بدء العام حتى اليوم في مخيمات النازحين في محافظة مأرب راح ضحيتها ستة أشخاص فيما أصيب ثمانية عشر آخرين فيما المأوى الذي أقرته الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين الذي يقي النازحين من الحرائق والكوارث مثل السيول والأمطار لم تنفذه المنظمات الإنسانية حتى اليوم محمود الحميدي لقناتي العربية والحدث من مخيم جو النسيم الغربي مأرب لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر